السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم يا اصدقاء? اتمنى يا ربي تكونوا بخير ان شاء الله. بمناسبة قدوم شهر رمضان مبارك كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. ربي يعيدوا علينا وعليكم وعلى جميع عمية محمد بالصحة والعافية ان شاء الله. فاليوم راح نقدم فكرة جمالية اكتر عن موضوع السلايد زوم او استخدام ميزة السلايد زوم بالانتقال عبر الشرائح بطريقة ابداعية واحترافية. وبتوفر علي العنائل كتير في موضوع الحركات لكل الاشكال اللي تتضمن مع الشرائح الفرعية. فاليوم راح اقدم لكم يعني نموذج اخر عن استخدام ميزة السلايد زوم او تأثير السلايد زوم. قبل ما نبدأ بلقاء اليوم اطلب منكم حبا وفضلا وتكرما ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات وتعمل شير لهذه الفيديوهات وتسهم معي باصالة الى اكبر قدر ممكن من المستفادين. وايضا اذا كن ضيف جديد على قناتنا نتشرف فيك اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك مني كل جديد ولا تنسوا دعمي على قناة حكاية شغف اترقب منكم دائما زيارتكم على الحكاية. ويلا مباشرة حتى نبدأ مع بعض بلقاءنا لهذا اليوم. اهلا بكم اصدقائي مرة تانية. انا محضر اليوم اكتر من صورة. يعني على سبيل المسال في عندي مسلا هاي الصورة. وفي عندي مسلا ربما نشتغل مسال اخر ايضا على هاي الصورة. وربما يكون في عندي اكتر احترافية. وجماليا حسيتها معاي هاي الصورة. طبعا هاي الصوريات يمكن تحميلها من مواقع. راح اترك اكتر من الموقع واكتر من رابط موقع في صندوق الوصف ان شاء الله. بيساعدكم للوصول الى العديد من هاي الصور. طيب بنرجع الان الى برنامجنا الباوربوينت بعد ما اخدنا شريحة فارغة راح نختار تخطيط فارغ. يعني شريحة فارغة تماما. راح نلغي خطوط الارشاد. نتوجه الى ادراج ونبدأ الان بادراج الصورة يلي نحن نشتغل عليها وليكن على سبيل المسال راح اختار بصراحة الصورة يلي اعجبتني. ونبدأ بتفعيل اقتصاص بنسبة تلطاعش على تسعة حتى غص المساحات الزايدة. ومنرجع بننقر مرة تانية على مفتاح القص. من المحاذة راح اختار محاذة الى اليسار ومحاذة الى الاعلى. بنقر على مقبض الزاوية مع السحب لحتى نوسع على ملء الشريحة بالضبط. الامدي استخدم هايدي الاشكال يلي هون يعني هايدي يعني مسلا الدفتر يلي هون عندي هذا المكان يلي هون اضع لي مصغرات الشرائح بحيس ان لما انقر يبدأ بالدخول الى الشريحة الفرعية من خلال استخدام زون متل ما حكينا بالضبط. خلني ابدأ معكم على الشكل التالي. بدي افترض بداية بدي انا اضع بهذا المكان بهذا المكان على الدفتر مصغرة شريحة. مصغرة شريحة. خلنا نعمل شريحة فارغة اول شي. هيدي شريحة فارغة. الان الشريحة اللي عندي اياه شريحة عرضية متى ما انا شايفين. اما المفكرة او الكتابية اللي هون هو عبارة عن جزء طولي. فكيف ممكن انا احدد منطقة الرسم او الادوات ضمن الشريحة تتطابق تماما مع مساحة الشكل. فلهيك انا باعتمد على ادراج اشكال وبختار اداة الرسم الحر. وبجي الان برسم او بنكر مع السحب لحتى نرسم يعني مساحة على قدر الفراغ الموجود من المفكرة بالضبط. تمام? بهذا الشكل بالضبط. وباخد الالو كنترول زائد اكس يعني. وبرجع هنا الشريحة فارغة وبنختار كنترول زائد في. الان راح نكبر مع مفتاح الشفط طبعا هذا الشكل بحيس يكون عندي ايام بلق الشريحة بالضبط. وبيكون معاي في منتصف الشريحة. تمام? خلني اختار الالو من تنسيق. اطار بلون اسود مبدئيا وبدون تعبية. بس فقط انا محتاج يكون في عندي اطار الان لحتى نقدر نحسن نرسم الان رسمتنا او نضيف الكائنات نحن محتاجينهم ضمن هذا المكان بالضبط. لحتى ما اطور مع عليكم بالشرح كتير خلني اتوجه الى موقع واحمل منه ادوات او بعض رسومات الانفوغراف اللي راح تساعدني برسمتي. خلني اختار ع سبيل مثال هذا الشكل. انقر على مفتاح هذا مفتاح نسكر الاعلان. طيب نختار سطح المكتب وانقر مفتاح وبرجع الى شريحتي نختار ادراج الصور من هذا الجهاز. وبناخد رسمة الانفوغراف اللي نحن قمنا بادراجها. الان انا فقط بدي احاول تكون رسمتي بداخل الشكل تماما يلي انا ادراجته معي مسلا بهذا الشكل بالضبط. على سبيل المسال ازا حبيت اني اضيف بعض العنوين فمن ادراج وورد ارت مسلا خلني انا اشتغل هون عندي عنوان. را اختار له لون ابيض. لانه الصورة اللي عندي هي اللونة اه اسود او داكن. تمام? طيب. الان الشكل اللي رسمناه نحن. هذا الشكل يلي رسمناه لرايسي. بنرجع الى تنسيق ونختار لقلق بدون اطار. انا ماني بقى وعا محتاج الاطار. فقط انا محتاج انو انا دونت رسمتي بحيس انو انا استخدمها ضمن الفراغ على المفكرة بالضبط. بنرجع الان الى شريحتنا الرئيسية. نتوجه الى ادراج وبنرجع الى صورة وهيدي رح استخدم فيها لسلايد زوم. فبنختار صورة الشريحة. استخدم صورة الشريحة. وبجي بفعل على الشريحة رقم اتنين وانقر على مفتاح الادراج لحتى تنزل عندي الشريحة او مصغرة الشريحة بشكل كامل. بنرجع الى تنسيق ومنبدأ بالتأثيرات الافتراضية او الخيارات الافتراضية على الصورة. يعني انا بقول له هوني خد لي لون الخلفية. تمام? بنجعل الموضوع شفاف. وعطيني العودة الى المصغرة. تمام? وبنقر مع السحب. تمام? خلنا اوسعها الان شوي. على قدر المفكرة. بالضبط. متل ما انا شايفين الان. ايه الطابقت معي على قدر مفكرة بالضبط. الان احنا لو شغلنا. تمام شريحتنا. وجيت على المفكرة. نقرت لي مرة واحدة. عمل لي عميت التصغير. بهيد الجمالية بالضبط متل ما انا شايفين. ولو نقرت باي مكان. راح يرجعني الى صورة كاملة. ففيني اعمل مشروع كامل بشريحة رئيسية باستخدام فقط بايزة بهاي الجمالية. الان خلني ارجع مسلا الى هذا الغلاف دفتر الصغير او دفتر الملاحزات ياللي هون. بنفس المبدأ بروحي الى ادراج. ومن الاشكال خلني اختار الشكل الحر. وبنرسم المساحة اللي انا بدي اصمم جوتها. تمام? بدي اصمم جوتها. كمان بختار الالة كنترول زائد اكس وبنشتغل على شريحة جديدة وكونترول زائد في. وبكبر هذا الشكل مع مفتاح الشفت طبعا. وانا ضغط عليه. لحتى ما عمل تشويه في الابعاد تماما. الان نرجع الى تنسيق. الاطار مختاره بالاسود والتعبئة بلا تعبئة. خلني ارجع واحمل صورة انفوغراف تانية. اي صورة انفوغراف ولا يكون على سبيل المسال. خلنا نختار على سبيل المسال هاي الصورة. ربما يكون طولية ومناسبة. سطح المكتب وبنختار تنزيل. برجع الان الى ادراج الصور من هذا الجهاز. بحدد الصورة وانقرع مفتاح الادراج. طبعا هاي الصور بيكنا بي ان جي. وصور مفرغة. تمام? طيب فين يا صغرم? ويكون معي بهذا الشكل مسلا بالضبط. تمام يا اصدقائي? تمام. الان انا برجع الى الرسم اللي عنا رسمتها. ومن تنسيق بختار لالة بدون اطار. نحن نستطيعنا الاطار فقط لحتى عارف وين موضع رسمتي. برجع الان الى الشريحة الرئيسية. ومنروح الى ادراج ونفس المبدأ من صورة بختار صورة الشريحة. بحدد الشريحة رقم تلاتة. وانقر على مفتاح الادراج. تجي معي الصورة للمصغرة للشريحة رقم تلاتة. بتوجه بنفس الاعداد الى قائمة التنسيق. بلغي الخلفية الشريحة. وبقال لهون العودة الى الصورة. وبسحب الرسمة. حتى تكون معي بهذا الفراغ بالضبط. فيني اكبرها شوي. حسب المساحة يلي عنديها. الان احنا لو شغلنا رح نشوف هاي دي الجمالية. باختصار انقل لي مرة واحدة. تمام? رح يصغر لي الشريحة او بيعمل زوم. ويصالة يطلع لي محتوى الشريحة رقم اتنين. ونفس المبدأ ازا جيت لهون فيه يعمل كمان الزوم على هذا المكان بالضبط. صارت عندي الان شريحة رئيسية رائعة جدا جدا جدا. فيني انقر. واتوجه واشوف ضمن الشاشة يلي هون فيني شوف محتوى الشريحة. ولما انقر بيرجعني. بنجي لهون نفس المبدأ. تمام? ولما انقر ايضا يرجعني. نفس المبدأ يلي هون. تمام? لكن الجميل في الموضوع انه هي خلفية. عبسير التسليط معي الزوم على الخلفية. ونفس المبدأ بشوف محتوى كل شريحة بشريحة. نفس المبدأ هذا الشكل يلي هون. اتمنى ان شاء الله بهذا اللقاء اكم قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع. ولائق في كم كالمعتاد. فتكرما ما تنسونا من تفاعلكم والدعم. وتجزو عني كل خير ان شاء الله. رمضانكم مبارك والسلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة